بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية المسار الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن بدأوا إياكم بقراءة الآيات من صورة البقرة نأخذ أهداف الدرس من أهداف أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك من يقرأ المسلم أو المسلم كتاب الله عز وجل بإخلاص بإخلاص وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالي من الأخطاء وأيضا تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع وأيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص الله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة ذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وأيضا الاستعاذة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة وتكون بسمة في أولي السور كما أنها تجوز كذلك في وسط السور وأيضا تحسين الصوت بالقراءة الكريم والقراءة بتدبر نخشوع والتسبيح عند آيات التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وأيضا الاستعاذ بالله عند آيات الوعيد كالاستعاذ بالله من النار هذه بعض أداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابع من حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعد قراءة الآيات نأخذ إياكم أهم الكلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ من الكلمات التي يعني يمكن يقع فيها الخطأ في قول الله في قول الله عز وجل وبقية كلمة وبقية يعني ربما يقع فيها الخطأ بدون تشديد وبقية وبقية وأيضا في قول الله عز وجل مما تركها آل كلمة آل ربما ينظر الطالب إلى المدهناء يقول والصحيح آل موسى آل موسى وآل هارون وأيضا نأخذ في في هذه الآية كذلك بعض الكلمات التي يمكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل الأول كلمة كلمة مبتليكم كلمة مبتليكم نكرم مبتليكم مبتليكم وأيضا في قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى فلما جاوزه هو قد يقول قائل هنا عواو صغيرة نعم هنا عواو صغيرة بعد الحاء ينتبه إليها فلما جاوزه هو جاوزه هو ينتبه إليها وأيضا في قول الله عز وجل كلمة ملاقو كلمة ملاقو ونعرف صغيرة بعد اللام ملاقو ملاقو وأيضا كلمة الصابرين تبعي إليها الصابرين في ألة الصغيرة تبعي إليها الصابرين 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 هذه بعض الكلمات التي يعني يمكن يقع فيها الخطأ نأخذ بعد ذلك وإياكم بعض حكام التجويد بعض حكام التجويد من حكام التجويد في قول الله عز وجل وقال لهم وقال لهم نبيهم إن نبيهم إن هنا ممساكنة يأتي بعد الهمزة والهمزة من حروف نقول الإظهار الشفوي ممساكنة يأتي بعد الهمزة والهزة من حروف الإظهار الشفوي وأيضا من أحكام التجود في قول الله عز وجل أن يأتيكم أن يأتيكم أن يأتيكم هنا ننساكنة بعد اللياء ولياء من حروف الإدغام بغنة الإدغام بغنة أن يأتيكم هنا ننساكنة بعد اللياء ولياء من حروف الإدغام بغنة وأيضا من أحكام التجود في قول الله عز وجل من ربكم من ربكم وننساكنة بعدها الراء والراء من حروف من يعرف الإدغام بغير غنة إدغام بغير غنة بغير غنة وأيضا في قول الله عز وجل كلمة الملائكة 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 من الملائكة مد ما نوع على المد مد متصل لماذا؟ لأن الهمز والمد في كلمة واحدة مد متصل وأيضا من أحكام التجود في قول الله عز وجل كلمة كنتم وإن كنتم كما قلت لكم قبل قليل أنه الإخفاء الحقيقي قد يأتي في كلمة وقد يأتي في كلمتين هنا أتفي كلمة وفي كلمتين إن كنتم في كلمتين وكلمة كنتم فقط كلمة كنتم في كلمة واحدة هنا هنا إخفاء حقيقي نونساكنة أتى بعد الكاف والكاف من حروف الإخفاء الحقيقي وكذا كنتم نونساكنة أتى بعد التاء والتاء من حروف الإخفاء الحقيقي وآخر حكم معنا في هذه الصفحة في قوله سبحانه وتعالى إن كنتم مع ميم ميم ساكنة أتى بعد الميم من حروف الإدغام ما هو الإدغام؟ من يعرف؟ إدغام صغير أو إدغام متماثلين صغير نأخذ كذلك في هذه الآيات بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد من أحكام التجويد في قوله عز وجل فمن شرب فمن شرب كلمة فمن شرب نوساكنة ها من يعرف؟ أتى بعد الشين والشين من حروف الإخفاء الحقيقي فمن شرب منه وأيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل مني إلا هنا مد هذا ما نوع على المد؟ نقول على المد ننظر للمد هل في كلمة وفي كلمتين؟ نقول في كلمتين هنا مني إلا المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى مني إلا هنا مد منفصل يعتبر أو يطلق عليه مد منفصل وأيضا في قوله عز وجل غرفة بيده غرفة بيده هنا ميم صغيرة هل تلتلحن مهم ميم صغيرة هذا يرمز عليها أو يطلق عليه إقلاب أو قلب إقلاب أو قلب غرفة بيده غرفة بيده إقلاب أو قلب وأيضا في قوله عز وجل من أحكام التجويد في قوله سبحانه وتعالى لو كلمة آمنوا طيب لو سألناكم من أحدث المد؟ تلاحظوا من هذه الكلمة ما فيها علمة مد لكن هذا يطلق عليه مد آه من يعرف؟ نقول مد من يعرف؟ أحسنتم مد بدل لأن الهمزة تقدمت على المد أن يتقدم الهمزة على المد هنا يعتبر من قبيل المد البدل مد البدل ومد البدل يمد حفص حركتان بخلاف القراءة القراءة أخرى يعني قد يتي في قد يمدها أكثر من حركتان هنا تكلم رواة حفص عن عاصم يمد كم حركة من قدار حركتان آمنوا آمنوا وأيضا من حكام التجويد في قوله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى كم من فئة كم من فئة هنا ميم مع ميم كم من فئة ميم ساكنة آتا بعد الميم ومن حروف الإدغام الصغير أو الإدغام متماثلين صغير وأيضا في قوله عز وجل فئة كثيرة فئة كثيرة هنا تنوين آتا بعد الكاف والكاف من حروف الإخفاء الحقيقي فئة كثيرة طبعا إذا وقف القائل على كثيرة لا بد من يظهر الهاء كثيرة هذه بعض أحكام التجويد هذه بعض أحكام التجويد وله هناك أحكام أخرى بعد ذلك نقرأ الآية مرة أخرى وارجوا انتباه معي حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعد قراءة الآيات نأخذ وإياكم بعض علامات الوقف المصحف نأخذ هنا بعض علامات الوقف من علامات الوقف ويوجد من إظهار الها عند الوقف عليها يعني يكون هنا قرى هكذا بيده بيده وأيضا من علامات الوقف في المصحف الشريف وكلمة وجنوده عليها كذلك وقف جائز ووقف كافي وأيضا هنا في قلاء بإذن الله قلاء وقلاء يسمى أو يطرق على الوقف التام الوقف التام يعني ما تم لفظه معناه قد يقول قائل هل يجوز الوصل نعم يجوز الوصل يجوز لكن يعني يستحب القائل أن يقف على يعني قال هو وقف تام ما تم لفظه معناه ويقول بإذن الله يقف عليها ثم يقول والله مع الصابرين هذه بعض يعني علامات الوقف في المصحف الشريف كذلك هنا لو نتكلم في على بعض مثلا معه في واو صغيرة هنا وكذلك فإنه مني هذا من علامات الوقف في المصحف الشريف أو كذلك من المميزات المصحف الشريف هنا أو أن القارئ أو الطالب الطالب يعني لا يمد أكثر حركتين فإنه فإن مقدار طبيعي ما الطبيعي هنا إلا أنه يكون هناك همزة أهمز فيصبح من أنواع المدهم فصل يمد أربع حركات أربع حركات كما مر معنا في درس سابق كذلك هنا التلاوة الطالب والطالبة كما قلت لكم أنه يستمع المصحف مرتل والمصحف مرتلها التي تظهر من جميع الكفاءة طبيعة المصحف الشريف المصحف الشريف مطرحة مجودة ومتقنة يسمع يستمع لها الطالب أو الطالبة وبإذن الله تكون التلاوة خارج من الأخطاء وكذلك يعني الطالب أو الطالبة يستمع لها قراءة معلمه وكذلك يتابع دقيقة حتى بإذن الله إذا تم أو تمت القراءة المعلم أو معلمة يقرأ الطالب أو الطالبة وبإذن الله تكون التلاوة خارج من الأخطاء ويلاحظ هنا في القراءة أو التلاوة أهم شيء أهم شيء لا يخطي في الحركات الحركات هنا يتنبه إليها الحركة الضم فتحة وكسرة ينتبه إليها وهذه مهمة جدا قد يكون هنا مرحلة الثانية مرحلة التجويد يعني مرحلة يعني مرحلة لبعد القراءة الصحيحة ينتبه إليها أحكام التجويد وكذلك يعني حتى يظفر من اللقاء الله فيه وردت القراءة ترتيل يأتي معه بعض يعني أحكام التجويد ويطبق تطبيقا عمليا وهكذا نتهينا وإياكم من الآيات من سورة البقرة ونوكد على الطلاب والطالبات تلاوة الآية تلاوة صحيحة بالاستعانة من صاحب مرتلة وبإذن لا تكون تلاوة خالية من الأخطاء وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدرس آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته